الحضور 122 الرسالة إن هو قادر ينتخب رئيس شوك إلكتريك للبلد رئيس بالرئام بواجبه يعني هو مفروض يدعي لجلسة لانتخاب رئيس للجمهورية الرسالة اللي نبعتت إنه حزب الله قادر ينتخب رئيس بأي لحظة مثل ما انتخب رئيس مجلس النواب ونائب رئيس مجلس النواب مثل ما سيطر على اللجانة النيابية كانت الرسالة اليوم بتقريبا 61 ورقة بيضة لحزب الله وحلفائه بما فيهم طيار الوطني الحر ويمكن فيه ورقتان هن لعبد الرحمن البزريم وقسامة سعد زمن غلطان بالتالي بالعدد اللي كان موجود كان ممكن الحزب وحلفائه وينتخبه بواحدة وستين نائب ليهن النص زائد واحد كان ممكن يكونه إذا في مئة وعشرين نائب بالجلسة الرسالة إنه هو قادر ينتخب رئيس وعم يستدرج عروض جوا وبرا لأنه واضح كمان أنه الحزب ما بده يشيل الليلة كلها يعني ما بده ست سنين تانيين من أنه يتحمل مسؤولية الانهيار إذا تعاظم وتزايد بالسنة بدل هيا نقول بالأول أنه حزب الله ما أنه قادر يتحمل كلفة الانهيار بالسنوات الستة اللي جاي لأنه العهد عهد ميشيل عون تحمل مسؤوليته حزب الله بالكامل وثبت للبنانيين أنه لما حزب الله قرر يحط إيده على البلد ويحكم البلد اللبنانيين جاعوا راحة المصارف راحة المستشفى راحة تعليم وراحة الليرة وآخر شي راح يعني راح الاستقرار الأمني بعد ما بلشنا نشوف آخر 3-4 شهر وكونه هو حزب أمني وماسك البلد أمنيا حتى بالأمن معاش يقدر والمؤسسات الأمنية على وشك الانهيار اللبنانيين وصلت الرسالة لقلهم أنه عهد حزب الله اللي هو يقال له اسم الدلع عهد ميشيل عون هو عهد حزب الله هذا العهد كان عهد الخراب والانهيار والحزب إذا بيكون عم يفكر صح ما بيقبل يجيب رئيس لقلو ويعمل عهد تاني من الخراب والانهيار لأنه إذا كان الانهيار الأولي بهوتلت سنين ضلت الناس قاعدة ببيوتها وعم تقدر تاكل وتشرب بالتي هي أحسن أو بالتي هي أصعب الست سنين اللي جايين ممكن يكونوا بيشبهوا آخر شهرين ثلاثة بالجرائم بالفوضى بالعنف بالجوع بالخطف بالقتل مش بس يعني حاجة للناس كلنا بنعرف أنه الكهرباء من مصر والأردن تقريباً بده كبسة زر أمريكية وبتمشي والفيول الإيراني كمان بده كبسة زر من عنا وبيمشي كما هو واضح في قرار بعد رحيل ميشيل عون بأنه يرتاح البلد شوي لتوصل كمان رسالة لجمهور اللبنانيين وعموم اللبنانيين أنه حين يغادر عهد حزب الله وعهد ميشيل عون سيكون هناك انفراجة إذا بتجي الكهرباء والغاز من مصر والأردن وإذا يسمح للفيول الإيراني أن يضاف إلى الفيول العراقي قد نكون أمام مبين 8 إلى 12 ساعة كهرباء دولي يومياً هذا شو بيعني؟ بيعني انخفاض فاتورة المزود بلبنان للنص وفاتورة المزود كلها عم تجي من الطلب على الدولار بالداخل بالسوق اللبناني بالتالي الكهرباء إذا سمح لقلها أن تجي 12 ساعة بلبنان سنشهد تراجع بساعة صرف الدولار وإذا منحط هذه حد إعلان وزير المال أنه الدولار الرسمي 15 ألف بأول تشرين تاني يعني يوم اللي بفل ميشيل عون منكون أمام إعلان لأنه وزير المال هو خلطة بين مصرف لبنان وبان الطبقة السياسية هو محسوب على الرئيس بري بس هو محسوب على كل الطبقة المصرفية السياسية المالية هيدا الإعلان إذا منحطه حد 12 ساعة كهرباء بيعني أنه فيه تغيير مالي كبير جاية على البلد لحظة خروج ميشيل عون من أصرب عبد شوك إلكتريك للبلد وهو إلكتريك حرفياً لأنه كهربائي حيكون بينقل البلد من حالة الجوع يعني كل مواطن رح تنخفض فاتورة الاشتراك عنده كل مواطن رح يحسب الفرق وكل مودة رح يحسب الفرق بالـ 15 ألف سعر الصرف بالتالي رح يرتاح البلد ورح يتراجع سعر الصرف إذا صار هذا السيناريو وهيدا بيعني أنه مثل جزرة للحزب أنه خلص عهد ميشيل عون بيرتاح البلد بتروحوا على تسوية أكبر فيها ترسيم وفيها رئيس توافقي بيرتاح البلد أكتر بالتالي نحن أمام ربما أصعب 30 يوم رح يكونوا من هلأ لايف الميشيل عون من بعدها أكيد البلد رح يرتاح ما في حلول سحرية بس البلد رح يرتاح هاي الجلسة إعلان من الرئيس بري أنه هو عمل واجباته الدستورية دعا لجلسة شهدت 63 ورقة بيضة فيهم 60 أو 61 ورقة لتحالف حزب الله اللي هو عم بيقول أنا قادر انتخب رئيس لحاله بس إذا بدكن تسوية تفضلوا لنحكي استدراج عروض للداخل والخارج أبدا منه دليل ضعف لحزب الله دليل قوة نيابية بس بنفس الوقت دليل عجز عن انتخاب رئيس وحده لأنه انتخاب رئيس وحده يعني مزيد من الانهيار والتقاقر المالي والاقتصادي والدولار والمؤسسات ومزيد من تحميل المسئولية لحزب الله انه انت لما انحطيت ايدك على البلد الناس جاعت وعازت طول ما التغييريين مصرين ما يلتقوا مع القوات معناته هني عم بيدوروا بفلك اعطاء الامر لحزب الله طول ما التغييريين رفضين يلتقوا مع قوى المعارضة الباقية بالتالي حزب الله هو في موقع القوة وعنده نص ناقص اثنان او اثلاثة او اربعة او واحد حسب كيف منحسبها لبنان عشرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة